اشتركوا في القناة وثارت تغريدات وتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي لغطا كبيرا داخل العديد من الاوساط ابرزها الاكاديمية وذلك عقب تداول معلومات افادت بوجود تزوير بآلاف الشهادات الممنوحة من جامعات لبنانية لطلبة عراقيين فضيحة مدوية وبشهادات مزورة ل 27 الف طالب عراقية من ضمنهم مسؤولون بالدولة استحصلوا على شهادات عليا من دول اجنبية ابرزها لبنان معلومات وتصريحات تنقلتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بيّنت فيها استحصال شهادات رسمية عليا دون اي دوام حضوري او حتى الكتروني بزمن الجائحة وعلى اثر تلك الاحداث علقت وزارة التعليم العراقية التعامل مع ثلاث جامعات اللبنانية هي الجامعة الاسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للادارة والعلوم كشفة بان التعليق جاء لنسبة الطلبة المرتفعة الذين استقبلتهم تلك الجامعات التعليم اللبنانية من جانبها بيّنت بان تزوير الشهادات هو جرم جنائي سيلاحق جزائيا إضافة للعقوبات التي تتضمن غرامات مالية في وقتنا تصل فيه الإجراءات أحيانا لحد إغلاق الجامعات المتواطئة وعدم الاعتراف بها